بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع حلقة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية ولست بحاجة في كل مرة أن أذكر إخوان الذين لم يرسلوا الرسائل بعد أرسلوها نصيحة للمسلمين أخونا الفاضل يقول معكم أخوكم ومحبكم شاب من الجزيرة العربية أتمنى أن يكون عنوان الفيديو لماذا تركت الوهابية بسبب داعش وقراءتي للتاريخ الإسلامي أولا أحبك الله الذي أحببتنا من أجله ثانيا بالنسبة للعنونة نجتهد في هذا لكن في بعض الحالات ولا سيما في ذكر بعض الأسماء وأحيانا أستغرب لماذا تأتيني مباشرة إشارة صفراء من يوتيوب تمنع انتشار الفيديو أو تجعل قيودا عليه لذلك نحاول إن استطعنا فبها يقول منذ صغري وأنا لدي الشغف وحب الطلاع على التاريخ وسيرة أبطال الأمة الإسلامية كصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وألب أرسلان ويوسف بن تاشفين وغيرهم الكثير ولم أكن أعلم ما هي الوهابية ولا الأشاعر ولا الصوفية ولا غيرهم بل لم يكن لي علم في علوم الدين أساسا مسلم سني فقط عرفت الوهابية كاسم لأول مرة أثناء ظهور الدواعش في العراق والشام حيث إني كنت أرى تعليقات الإخوة من العراق وأهل الشام وهم يشيرون بإصبع الاتهام نحونا ويقولون أنتم الوهابية السبب في هذا التطرف وأرى ردود قومي وهم يقولون إن الوهابية اسم يقوله الروافض وأعداء السنة عن أهل السنة والجماعة بقوسين الوهابية أما بخصوص الإخوة العراقيين كنت أقول هؤلاء شيعة فلا أستغرب طعنهم في أئمة السنة ولكن الذي لم أفهمه هو سنة الشام لماذا يقولون هذا وهم سنة مثلنا فبدأت حينها البحث عن ما هي الوهابية وما الذي يجعل هؤلاء يقولون أنتم السبب فبدأت بالبحث عن الموضوع تاريخيا فقط فتعجبت مما قرأته في كتاب ابن غنام وابن بشر وغيرهم من جرائم ومجازر ارتكبها الدواعش الأوائل بحق أجدادنا وتكفيرهم لهم واستباحة دمائهم وأموالهم فبدأت بالمقارنة بين الدواعش والوهابية فإذا بي أرى نسخة داعش بل أبشع وأكثر إجراما الفرق أنهم لم يكن هناك إعلام يغطي جرائم ابن عبد الوهاب وأتباعه كما حصل مع الدواعش في عصر التكنولوجيا والتطور ولو كان في زمن ابن عبد الوهاب تصوير كما هو اليوم لأرينا مقاطع لهم وهم يقطعون رقاب المسلمين ويكفرونهم كما يفعل الدواعش تماما ولكن جزاهم الله خيرا نقلوا لنا هذه الجرائم في كتبهم والحقيقة أن الدواعش مساكين لم يفعلوا شيئا سوى تطبيق ما جاء في كتب الوهابية الدرر السنية وغيرها فلماذا إذن رموز الوهابية وشيوخنا يتبرؤون من الدواعش وهم يطبقون عقيدتنا ومذهبنا كما هو بدون تزيين ولا تلميع أمام العالم الفرق أن أصبحنا تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لا نستطيع دعم هذا الفكر المتطرف أمام العلن أما الدواعش فهم لا يخضعون لسلطة الأمم المتحدة ولا يعترفون بمنظمات عالمية ولا هم يحزنون لذلك يطبقون ما يؤمنون به إنه الحق المبين هذا والله من التناقض العجيب الغريب ووالله يا شيخنا لو أتيت بأكبر داعية وهاب اليوم في مقابل داعية داعشي وجعلت موضوع النقاش بينهم من منكم يطبق ما جاء به بن عبد الوهاب والله وبالله وتالله لن ينتصر في هذا النقاش إلا الداعية داعشي وهذه حقيقة ففي مسائل الدين أفكارهم متطابقة في تكفير وتبديع المسلمين في مسائل التوسل والتبرك والقبور والاستغاثة إلى آخره ولكن الداعية الداعشي يتفوق عليهم في مشابهة السيرة التاريخية لابن عبد الوهاب وتطبيق ما فعله بالمسلمين الذين افترض كفرهم وهذا ما يفعله الدواعش بل إن الداعية الداعشي سيكفر رموز الوهابية من باب الولاء والبراء لأننا في نظرهم نوال الصليبيين والأمريكان ومن تولهم منكم فهو منهم كما فعل أسلاف الوهابية في الماضي عندما كفروا قبيلة شمر وسكان حائل لأنهم يوالون العثمانيين المشركين في نظر الوهابية وهذا موجود في الدرر السنية وكذلك فعلها شيخهم ابن عبد الوهاب عندما قال لأهل القصيم إنه لا ينفعكم قول لا إله إلا الله ما دام لا تبغضون أهل الزلفي ما أدري يا جماعة أنا أقرأ كما هو أمامي المناطق والأعلام أرجو المعذرة أني لا أعرفها الزلفة الزلفي لا أدري هكذا معه الزلفي هكذا مكتوب أمامي يعرف أهل تلك المنطقة أرجو التصحيح في التعليقات وهذا موجود في كتابه الرسالة الشخصية الرسالة 51 ومن هذا الباب يستطيع الداعشي تكفير كل الحكام وكل من يقف أو يقاتل معهم وهذا ما يحصل للأسف عموما أصبحت أمام خيارين إما أن أصبح داعشيا يحمل السلاح أو الدعاء لهم بالنصر لأنهم بكل بساطة يطبقون عقيدتنا ويطبقون ما جاء في كتب أئمتنا الثاني أن أتبرأ من الدواعش ومن جذوري وأسس هذه النبتة الدعشنية وهي الوهابية وكل ما جاء في كتبهم وأقوالهم ثم بدأت في القراءة عن عقيدة أبطال الأمة الإسلامية وعلمت أن أغلبهم من الأشاعر والماتوريدية الصوفية مثل صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وألب أرسلان وسليمان القانوني والزنكيون ينبغي أن يقول والزنكيين والمرابطين في المغرب وغيرهم الكثير وغيرهم وغيرهم الكثير جدا بل إن من حمل لواء الجهاد في زمن الحملات الصليبية هم الزنكيون ومن بعدهم السلاجقة وغيرهم وكلهم من الأشاعر والصوفية وحتى من حمل لواء الجهاد في زمن الغزو المغولي أخطر بلاء على المسلمين آنذاك كان المماليك بقيادة سيف الدين قطز بل إنه حتى في زمن ابن تيمية رحمه الله كان الجهاد عند الصوفية والأشاعر وقاتل ابن تيمية في معركة شقحب تحت راية الأشاعر والصوفية والتاريخ طويل من قبل ابن تيمية إلى القرن الماضي والذي قبله وكل من حمل لواء الجهاد ضد الاستعمار كانوا غالبا من الأشاعر والصوفية كمثل الإمام شامل في القوقاز وعمر المختار في ليبيا وعز الدين القسام في فلسطين والشام وعبد الكريم الخطابي في المغرب وعبد القادر الجزائري في الجزائر ومحمد عبد الله حسن في الصومال فتعجبت هل هؤلاء فعلا أهل بدعة وضلالة كما يقول الوهابية فإذا كانوا من أهل البدعة كيف يعز الله بهم دينه ويفتحوا على أيديهم البلاد ويكسر بهم شوكة أعداء الدين فهل من المعقول أن يجعل الله لهم هذا الفضل وهم أهل ضلال وبدعة في المقابل الوهابية لم يفتحوا بلدا ولا شبرا من أرض باستثناء فتح حريم لا في قلب النجد والقصيم والرياض والطائف وغيرها من الفتوحات المزعومة التي كانت على رقاب أجدادنا رحمهم الله ولم يعز الله بالوهابية دينه ولم يرفعوا راية للإسلام في بلاد الكفر وهنا نستذكر قول الإمام بن حزم يصف فرق الضلال بقوله اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلال لم يجري الله على أيديهم خيرا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع الإسلام راية وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين وكأنه يصف الوهابية وعندما يواجه الوهابية هذه الحقائق التاريخية يزعمون أن الوهابية تاريخا جهاديا ضد التواجد الإنجليزي في الخليج وأن الوهابية دعموا القواس في حرب الإنجليز ولا نسلم لهم بهذا هكذا يقول نعم ولا نسلم لهم بهذا الشيء حيث أن السكرتير الأول للحكومة الإنجليزية في مومباي فرانسيس واردن ذكر أنه منذ استلاء الوهابية على رأس الخيمة لم يقع أي هجوم على السفن الإنجليزية بعدما كان القواسم وقبائل الساحل يشنون الهجمات على السفن الإنجليزية إلى أن سيطر الوهابية على هذه المناطق ولم يقع أي هجوم بعدها أبدا بل إن مبعوثا إنجليزيا ذهب مع الشيخ حسن بالرحمة لمقابلة الشيخ الوهابية في الدرعية آنذاك الإمام السعود بن عبد العزيز وتوصلوا إلى اتفاق بمنع قيام القواسم والقبائل الخاضعة على سيطرتهم بالهجوم على الإنجليز وعدم التعرض لأي سفن ترفع العالم الإنجليزي بل وكانوا يتبادلون الهدايا فيما بينهم الحقيقة رسالة واضحة وصادقة ومنورة ومحاكمة عقلية صحيحة قبل سنوات حينما بدأت الحرب وظهرت دواعش أحد الصحفيين لنا ضول سألني سؤالا قديا ليس رسميا لم يكن هناك صحف ومقوق هكذا سؤال شخصي قال لي ما رأيك الفرق بين الوهابية والدواعش قلت الوهابية والدواعش الفرق بين المكلاشنكوف لا يوجد فرق أبدا شجرة الزقوم يزرعونها ويسقونها حتى تنبت بماء التطرف فإذا ما أنبتت الثمار التي هي داعش قالوا لا هذه الثمار ليست لنا وأنا أعلم جيدا أعلم جيدا أن كثيرا من الوهابية يدعو لداعش بالنصر أنا أعلم جيدا هذا بل كان لي حاجة معينة في الحجاز أيام الحرب حينما كنت هناك ذهبت إلى المدينة منورة لحاجة معينة في دائرة من الدوار الحكومية يعني حاجة قديمة كانت لي فقال لي صاحبي إياك ثم إياك أن تتكلم في الدواعش لأن أكثر هؤلاء الموظفين متعاطف مع الدواعش الدائرة كانت دينية مؤسسة دينية وأنا أعلم هذا جيدا لكنه في السرد من العلان في العلان كله يتبرأ من التطرف والإرهاب قبل فترة سألت داعي وهابي قلت له لماذا لا يأتي التطرف من الأشاعر والصوفية لا يوجد جواب الدواع الشياخي يطبقون كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لابن عبد الوهاب ويطبقون نقض نواقض الإسلام العشرة ويطبقون كشف الشبهات ويطبقون كل ما قاله ابن عبد الوهاب على أنه نص منزل ومن خالفه فقد خرج من الدين إذن الحمد لله رب العالمين الجناس الموجودة الجينوم في إخواننا أهل الجزيرة العربية بدأت تتحرك وبدأوا يحنون إلى أجدادهم وبدأوا يفكرون تفكيرا علميا صحيحا موضوعيا فيهم عقلاء وهذا بلد مبارك هؤلاء مادة العرب الأولى كلنا منهم نحن منهم أصل العرب من هذه المنطقة كل العرب من جزيرة العرب ما هو اسمها جزيرة العرب كل الهجرات السامية خرجت من جزيرة العرب الشام ومصر والعراق كلها من جزيرة العرب بعد انهدام سد مأرب فهؤلاء مادة العرب الأولى عندهم فطرة سليمة عندهم شهامة عندهم رجولة عندهم ذكاء فطري شديد جدا مع لسان عظيم لغة سليمة الواحد منهم إذا فهم النصوص بدون حجب ابن تيمية الحراني أو ابن عبد الوهاب إذا وجد هذا الحجاب أغلق العقل تماما بدأوا يفكرون تفكيرا علميا موضوعيا منطقيا كيف تحارب الثمر وأنت تزرع الشجرة تعلمون في سوريا في بداية الأمر تحمي قبلها قبل حرب قليل انتشرت اللحة الطويلة والثياب القصيرة والتحريك الإصبع في الصلاة والصلاة عن النبي بدعة بعد كذا وإقراءة الفاتحة كذا وكذا كل هؤلاء الدفع الأولى كلهم من من حمل السلاح ليقتل المسلمين في بلادنا لذلك هذه داعش هي البنت الشرعية للحركة الوهابية هي استنساخ لجيمان الاعتبي وجماعته الذين احتلوا بيت الله الحرام هي استنساخ تام لإخوان من طاع الله الكتائب الأولى الوهابية التي استباحت بيضة المسلمين في حائل وفي الطائف وفي بلاد الحرمين الحمد لله رب العالمين صار عندي جماعة الجزيرة العربية وجماعة نجد الحقيقة أعطوني دفع هائلة من التفاؤل مدام دعوة أهل السنة ووصلت إلى نجد وانتشرت فيها إذن بإذن الله الخير قادم لأهل السنة فستذكرون ما أقول لكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نسأل الله تعالى ليخينا هذا الثبات والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعليه والصحابي أجمعين